بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الثالث من الوحدة الأولى خصائص شركة التوصية البسيطة من خصائص شركة التوصية البسيطة أنه يتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مقرونا بما ينبي عن وجود شركة وكذلك لا يجوز أن يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم أحد الشركاء الموصيين وإذا اجتمل اسم الشركة على اسم شريك موصي مع علمه بذلك يعتبر في مواجهة الغير شريكا متضامنا في الشركة وكما ذكرنا أن شركة التوصية البسيطة تتكون من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريك متضامن وفريق آخر يضم على الأقل شريك موصي وهذه الخاصية توضح أنه لا يجوز أن يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم شريك موصي وإذا تكون اسم الشركة من شريك موصي مع علمه بذلك يعتبر هذا الشريك في مواجهة الغير شريكا متضامنا الخاصية الثانية أنه لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية للشركة ولو بناء على توكيل ولكن يجوز لهذا الشريك الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية في حدود ما ينص عليه عقد الشركة ولا يترتب على هذا الاشتراك في الأعمال الداخلية لإدارة الشركة أي التزام في ذمة هذا الشريك وإذا خالف ذلك يكون هذا الشريك مسؤولا بالتضامن في جميع أمواله عن الديون التي تترتب على ما أجراه من أعمال الإدارة خصائي الشركة المحاصة أنه لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر سكوكا قابلة للتداول باعتبار أن هذه الشركة شركة تستطر عن الغير وليس لها شخصية معنوية خاصية الثانية يبقى كل شريك في شركة المحاصة مالكا للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك ثالثا يحدد عقد شركة المحاصة غرض الشركة وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء أربعة لا يجوز إشراك محاص جديد في نفس نشاط الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء خمسة ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه وإذا صدر من الشركاء في شركة المحاصة عمل ليكشف عن وجود الشركة يجوز اعتبارها شركة تضامن واقعية